السلام عليكم كلاب الصف الرابع في أكاديمية التطريقات الظلمية تحدثنا المرة الماضية في مادة العلوم عن ظاهرة تحدث في أجسام المعتمة والشبه الشفافة وهي تكون الضلال هذه الأجسام لأنها لا تسمح بمرور الضوء من خلالها والشبه الشفافة تسمح بمرور جزء من الضوء فيحجب الجسم الضوء كليا أو جزئيا فبالتالي يتكون له ظل شوفنا مبارح التجرب اللي عملناها في المختبر لاحظنا تكون الضل للاجسام المعتمة مكعب والكرة لاحظة يتكون الضل أما الأجسام الشفافة زي الهرم اللي شفنا مصنوع من الزجاج لم يتكون له ظل الضل يتكون في الجهة المقابلة للشمس الشمس تكون بهذا الاتجاه من النافذة الضل يكون في الجهة المقابلة لاحظنا ايضا مبارح انه الضل يكون اطول ما يمكن في عند الصباح الباكر واقصر ما يمكن في وقت الظهيرة الان بيختلف طول الضل وشوفنا مبارح تجربة حسب موقع الجسم من مصدر الضوء اذا كان قريب ام اذا كان بعيد اذا بيعتمد على المسافة ما بين الجسم والسطح وبعد الجسم عن مصدر الضوء اذا هون حكينا هاي الضلية تكون في الجهة المعاكسة او المقابلة لمصدر الضوء والشمس موجودة في هذا الاتجاه الضلية يكون في الاتجاه المقابل اذا الضلية تكون الاجسام المعاكسة او الشبه الشفافة يظهر في الجزء او الجهة المقابلة لمصدر الضوء ويكون اطول ما يمكن عند شروط الشمس واخصر ما يمكن عند الظهيرة الان رح نبدأ بحال اسئلة الدرس صفحة 20 نبدأ مع بعض يا رابح الاسئلة على الكتاب لانه في عندنا فراغات وفي عندنا جدود السؤال الاول نكتبه باعلى فوق السؤال كيف تختلف المواد في تمريرها للضوء عندنا المواد 3 انواع لان المواد الشفافة تسمح بمرور الضوء كليا بمعنى ان كل الضوء يظهر من خلالها المواد الشبه شفافة تسمح بمرور جزء من الضوء والمواد المعتمة لا تسمح بمرور الضوء من خلالها السؤال الثاني اضعي مفهوم المناسبة للفراغ الأجسام التي لا تسمح للضوء بالمرور عبرها وشو بنسميها الأجسام أو المواد المعتمة الظاهرة التي تحدث عندما تحجب الأجسام المعتمة الضوء عن مواطق معينة وهي الضب السؤال الثالث أصنف نوع المواد في جدول الآتي عندنا كل مادة ونحكي هل هي شفافة أم معتمة الزجاج هي مادة شفافة الخشب مادة معتمة والورق مادة معتمة السؤال الرابع كيف يمكنني زيادة طول الظل لجسم ما باستخدام مصدر ضوءي إذا أنا بدي أخلي الظل طويل أقوم بتقريب الجسم من مصدر الضوء إذا من خلال تقريب الجسم من مصدر الضوء السؤال الرابع القامس والأخير اختار الإجابة الصحيحة الظل الصحيحة اللي يتكون على الشاشة للجسم في الشكل في حال تقريب الضوء من الجسم لاحظ أنا بدي أقرب الضوء من الجسم أولا الظل رح يكون إما ألف أو با لأنه معتدل جيم ودال مقلوب هاي خطأ الآن بصيرنا خيالات ألف و با بما أني عم بقرب مصدر الضوء من الجسم إذا الظل رح يكون أكبر إذا رح يكون الإجابة الصحيحة هي ألف ألف نضع دائرة على ألف إذا إجابة صحيحة ألف إذا هل الأسئلة يا رابع على الكتاب أعطيكم العافية